السلام عليكم ورحمة الله ازايكا حبايبي عاملين يا رب تكونوا بخير وبصحة وعف حبايبي قلب نهاردة حبايبي جاينا اعمل لعبعد اسموه زي ما تسموه مهلبية حلية بارد اه حاجة اضطر على القلب وخلاص بس بصراحة طحفة جميل جدا انا جبتوا لكم وهو سادة من غير ممتازين وبعد ما زيناه حبايبي قلبي اوه تنسوا اتفرج على الفيديو لايك واشتراك اهو بقولكم من الاول ويا ريت اللايك علشان خطر بيتنسي وانتو بتكتبوا الكومنتي وبتجروا كل مرة بنقول كده وكل مرة اقول وما فيش فايدة يلا انا بعملكو بما يرضي الله يا ريت تعملونه بما يرضي الله انا زي انتو كده وهنشوف دلوقتي اللي احنا عملنا ده اتعمل ازاي بصوا الشكل وشوف الجمال اي دي فهيجيلكو هتعملوه في سواني مش هياخد منكو حاجة يلا بناحى بايب قلبي نبدأ كلامنا بالصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم ونسمي بأسر المرحمن بأمر الله هي دي المكونات بتاعتنا اللي احنا عنا نعمل بيها الحاجة الحلوة بتاعتنا معانا كيلو من الحليب او كيلو لابن احنا بنقول حليب ليه لان في بلاد بتقول عليه حليب واحنا بنقول عليه لابن حليب خلاص هبايب قلبي معانا يجي تلد معالق زبدة طبعا هي بتتقطع طبعا مكعبات فانا بقول بالوايم دي كوباية سكر نفسي كوباية كوباية دي ايه يعني كوباية سكر ودي ايه ودي فانيليا سيبة بقى كياس براحتك هي دي ما قدرنا حبايب قلبي يلا بينا حضرنا حلة ولعنا عين البتاجاز وطينا العين كل الحاجة اللي هنعملها يكون موطيين العين بتاعت البتاجاز حبايب عشان ما تتلساش منينا هننزل بالايه بالزبدة بتاعتنا حاجات بص سهلة وبسيطة ما فيش اي حاجة دي ايه وزبدة وسكر فانيليا لبن حاجات موجودة في كل بيت مش هنشتري حاجة من برا هنقلب كده الزبدة لغاية ما تسح ايه معنا قلنا ما ايه موطيين عين البتاجاز حاجة والله جاملة جدا انا مش عارفة سميها ايه مهلبية بشا ميلي بالسكر انا مش عارفة بسي طعمي والله كمان انا ما بنزلش حاجة على فكرة الا لما اخد رأي كل اللي حوالي نزلت كوبات الدقيق الزبدة ساحت معانا نزلت الدقيق ساحت مش غلية ولا سخنة ولا اتقادة حي لا ساحت معانا نزلنا بالدقيق زي موضوع البشامل بالزبط هنقلب كده وقدنا في الايه في الدقيق ونجيب الناعلى الجناب ونحاول ما نقام ما نسيبهاش ايدينا فيها هنقلب كده 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 تقليبا بنشوح اكن الدقيق بتاعنا زي ما بنعمل كده البشامل لحبايبي خلاص محضريني اللبن بتاعنا انا فضيته في شفشق ليبوزة عشان ما ننزل به ما يتدلقش مني بصراحة واحدة واحدة كده ونقلب عشان ما ايه ما يكتلش معانا طول ما انت ايديك فيه على طول هيفك معاك ماشي ما تخفيش ايدينا في الايه في المهلبية بتاعتنا خلاص حطينا اللبن هنقلب لغاية من ايه من اللبن بتاعنا هيسخن مش هنخلق ليغلي لا هيسخن معنا ليه عشان ننزل مع بعض بعد كده بالسكر خلق ديكي فيه ما تسبهوش نكون محضرين جنبنا السكر بتاعنا كباية السكر عايزة تحطي كباية على ربع براحتك لو مش عايزاها مع السلة او او حلوة لان في ناس ما بتحبش السكر كتير انا حطى كباية حبت الفانيليا بعد ما قلبنا تقلبتين ولقنات تقل معنا الفانيليا بنحطها في الاخر خلاص كده احنا هنقفل عليه هو كده خلوص معنا عن حدر بقى كاسات سينية صغيرة بولة اللي انت عندك انا حطر ديك كده معايا بعض كم كاس بصراحة وبشوك لوح بيبقى تحفة في الكاسات اي وصفة بتعملها طبعا بردك علشان العين بتاكل قابل الايه قابل البوق زي ما انتو عارفين حباية بقلبي او كده عبيت اول كاس ونهز كده في الكاس عشان ايه يتساوى من فوق الوش مع ان احنا بردك هنزينه بامر الله حاجة والله سهلة وبسيطة اخدت اي حاجة ما خدتش اي حاجة وفي نفس الوقت طعمها تحفة والله ما بنزل حاجة اللي ما باخد ارائي اللي حوالي حلوة ولا لأ وبعد كده منزل بقى لقيها مش حلوة بس بصراحة ما فيش وصفة عملتها ولقيتها مش حلوة بصراحة مش بقولها كده كده سيدة بردك لها طعم اللي ما بيحبش عليها حاجة عندك مكسرات حطي اللي عندك كده انا حطيت عليها ارفة طعم الارفة عليها خاطر جدا غير طعمها نهائي ازاي حطيت وعملت الشكل ده تعالوا بينا هنشوف هنعمل ايه هنجيب ورقة من كراسة من اجنتة ونجيب حبة ارفة هنحطهم في المصفة بتحت الشاي اللي انتوا شايفينها دي حبايبي حاجة بسيطة ونحط نص الورقة كده بالمنظر ده بالراحة كده هوت ونحاول نوصن ايدينا هننزل الايه هننزل بالمصفة الارفة في النص الكاس اهي طبعا هينزل زي ما انتوا شايفين اديت منظر طحفة جامل جدا ما فوش اي حاجة بس المنظر اتغير تماما وهنعمل نفس الحكاية كياس طبعا ده مدور هنعمل في ايه قطعتي كده حتة الورقة من النص وبردك زي ما انتوا شايفين هنزل حبة الارفة عايزين كاكاو بودرة كاكاو ماشي للي ما بحبش الارفة حطو بيرحقو مكسرات بلاش الارفة ولا الكاكاو بردك حطو يعني بدل الارفة دي لو عندك بودرة كاكاو خام او او نسكويك نفس الحكاية اعمليها بص بتدي منظر جميل جدا انا بوريتها لكو هي سادة وبوريها لكو هي ايه بالطعامة بالارفة او مزينها بالارفة وبردك مش هسكوت وهيعمل ايه عندي باكو بسكاوت قريو هكسروا وطحنوا وحطيت فوق الوش يعني عايزها على اي وضع ان كان عندي كي المكسرات اللوز وبندق براحتك مش هتقولك لا كله هيدي طعم بس بصراحة طعم القرفة تحفة ده بسكاوت قريو انا طحنته بايده الهون ويلا وحطيت كده فوق الوش زي ما انتو شايفين المنظر يا حبايب قلبي شكل وطعم اكسم بالله طعم وشكل تحفة مش بقول كده حبايب قلبي اللي تفرج على الفيديو ما ينسانيش بس المنظر وجماله لايك واشتراك وشير كتير واسبكو محبايب قلبي في رعاية الله شكراكو محبايب قلبي شكرا